للفساد في العراق حديث ذو شجون فبعد أن حطم كل الأرقام القياسية تحولت الحياة السياسية العراقية إلى ما يشبه حرب العصابات بين أركان الطبقة السياسية الفاسدة التي أتقنت عمليات الاحتيال على جميع المستويات وفقا للتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التقرير أكد أن زعيم حزب الدعوة ورئيس الحكومة الأسبق نور المالكي هو أكثر من ساعد على تفشي الفساد في العراق وساهم في تشكيل شبكات تولت سرقة المال العام ويعرف المالكي بأنه من أكثر الشخصيات المقربة من إيران كما يواجه تهما بتسهيل سيطرة داعش على مساحات واسعة في العراق عام 2014 إلى جانب ذلك قدر التقرير حجب الأموال التي نهبها السياسيون بما يتراوح بين 150 إلى 300 مليار دولار تم إداعها في بنوغ خارج البلاد وأوضح أن كل من التيار الصدري ومنظمة بدر على رأس مجموعات الفساد في العراق مضيفا أن كل من يمتلك فصيلة مسلحا يستخدم نفوذه بالحصول على الوزارات لدرجة أن بعض الميليشيات أسست شركات عملاقة وبنت امبراطورية اقتصادية من خلال قوتها وبطشها بالعراقيين وكشف التقرير عن إحدى حالات الفساد حين سحب أحد البنوك الأهلية مبلغ أربعة مليارات دولار من البنك المركزي العراقي ليتبين فيما بعد أن البنك الأهلي لا يحتوي سوى على غرفة واحدة وكمبيوتر لافتا إلى أن أموال القروض التي يطلبها العراق تشهد عمليات غسيل أموال كبيرة في المصارف الحكومية والبنك المركزي وأكد تقرير أن الفساد يمثل السكة الثابتة في السياسة العراقية ابتداء من عمليات التضليل الروتينية لنقاط التفتيش والاحتيال المصرفي إلى الاختلاس من الرواتب الحكومية والمشاريع الوهمية منوها إلى أن القادة السياسيين الذين يرأسون هذا الكسب غير المشروع معروفون جيدا وبعضهم حلفاء لأمريكا لكن مجرد كشف هذا الفساد من قبل أي شخص فإنه قد يؤدي إلى قتله وربما قتل عائلته بالكامل ويشير تقريط النيويورك تايمز إلى أن عمليات الفساد في العراق كانت وستظل مسؤولية الولايات المتحدة من خلال سيطرتها على مليارات الدولارات من واردات النفط عبر صندوق الاحتياطي الفدرالي وقبل ذلك قرار غزوها للعراق الذي جاء بطبقة سياسية أوصلت البلاد إلى قاع الفشل والدمار